اشتركوا في القناة ليس أمراً مألوفاً لنا كي نعطي رأينا فيه لماذا تهتموا بتلك المسألة؟ دعي الأمر لسيدنا ولا تتعد نفساً الإنسان يكبر بما يتخلى عنه خاصة إن كان يفعل هذا في سبيل هدف عظيم ولكن الكلمة حين ننطقها تصبح كساهم خرج من قوسه لا يمكن إرجاعه ألعف منك يا لكني لا أجد قيمة لما تخليت عنه قياساً بقيمة ما أريده لذلك لست ناجماً لكن ما يؤلمني أن أبدو في نظر عم السلطان متمرداً على الأعراف التي نقدسها فاس بوركان نار في جوفك لا تنطفئ وتحرقني أنا أيضاً يا بني وقدت أمك وأنا فقدت زوجتي التي أحبها خسرنا الكثير من الأرواح العديد من الأطفال كبروا مثلك أيضاً دون أمهاتهم أتظن أن أخي السلطان طغر لا يعرف هذا؟ فاس بوركان جرح يقض مضجعه لذلك سيتفهمك لكن لا أحد من يستطيع التنبؤ بقراره ولهذا علينا أن نصبر الآن لا تنظر أن أخي السلطان لن تنظر أن أخي ستحرك وقالة لذلك ستحرك اخوتي رفاق الطفولة والشباب أسود الوغى والقتال الذين بفضل الله وفضلهم كسبت الكثير من المعارك أعلمكم أني سأحارب ولن أتراجع عن قراري مهما كان ثمن لا أقول لكم شاركوني في حربي ولن أقول لأن طريقي صعب وهي أرق من الصراط وأحد من السيف وأنا قررت أن أرتدي كفني وأسلك تلك الطريق لا أقول البس أكفانكم ولن أقول ومن لم يرافقني فلن أخرجه من قلبي سيدي نحن فرسانك وسيفك الذي تضرب به نحن من دونك جسد بلا رأس فلا حياة لنا من دونك قرارك هو قرارنا ولن نتراجع مهما كان الثمن يا سيدي سنبقى إلى جانبك ما حينا ومن المستحيل أن ننفصل عنك قبل أن تسقط رؤوسنا عن أكتافنا بوركتو فلنتوكل على الله جاهزوا الخيلة يا رجال أمرك أتابك إلى أين سنت إلى أعلى إغاية الحق أعلى إغاية الحق شكرا للمشاهدة